كابتن طارق ايه الفرق او ايه اللي انت شايفه ما بين او اوجه التشابه ما بين منول جوزي وبيتسو موسيماني ناس كتيرة جدا بتعمل مقارنات دلوقتي لهذا الموضوع صعب صعب كتير جدا اولا هو ابتدى دلوقتي موسيماني يكتسب الصقة لدى جمهورنا دل احلي مزبوط ابتدى لكن الصعب ان مستر مانوال كان بيستحوز على قلوب جمهورنا دل احلي انا فاكر لما اتغلبته من الاسماعيلي جمهور كان بتشجع انه لما هو خد كل الجمهور الاهل اتغلب من الاسماعيلي 3 صفر في استاد القاهر ايوه وخد الفرق والجمهور بيسقف يعني اعرف التلمسة اللي بيقولك حبيبك يبلع لك الزلط ما كان جمهوري الاهل بيبلع دايما الزلط لا يعني هي دي الكريزمة او الحب الالهي اللي انت بدرج تتحكم فيه اه يعني اولا نتيجة الدور الكبير اللي لعبه مستر مانوال في الفطرة ديت مزبوط والجمهور حاسة طبعا بدوره كبير النهاردة مستر موسيماني ابتدى يتلمس هذا الطريق ابتدى 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 يعني صراحة انا من ساعة ما جيه من حيث النتائج نتائج مبهرة لان حقق التلت بطولات في وقت قصير جدا وقت قصير وقريب جدا جدا من البطولة النهاردة النهائي وخلي بالحضر لك قعد برضو فترة طويلة فيه مصابين كتير في الفرق مفيش شك اه لكن انا كنت بحس في الشارع الاهلاوي برضو مفيش عادة مريضة الماتش اللي فات ده يمكن فرق كتير الدنيا اتغيرت 360 درجة يعني الناس حست ان هناك فيه تاكتيك وراءه مدرق ليه يا كابتن بقى؟ يعني اشمعنا ماتش الترق تحديدا دي مورات الكبرى اه المدربين ماتش الزمالك كان سجال لكن انك تهيمن على ملعب رادس وانت عارف الملعب ده بهبته طبعا واستجمهير الترق وانك تشل مفاصل فريق الترق خاصة على ملعبه وفريق عاوز يلعب للفوز وانك تسيطر تماما على مجرات الامور مرة هدي مرة تسرع مرة وفي الاخر ترسم استراتيجية ازاي تخطف المباراة الاهلي كمان لو كان عاوز يكسف من الاهداف في الفترة دي الخاصة في الفترة الاخيرة لان انا حسيت ان اتراجي اخر ربع ساعة كده بلغة كرة وقع بدنيا والاهلي سيطر تمام الاهلي من بداية المباراة مسيطر مهيمن ودي شخصية دي شخصية فريق الناد الاهلي في المباراة دي بالذات يعني حتى انا طول متابع طبعا ما فيش شك مسيرة الناد الاهلي من بداية البطولة بغاية دلوقتي بدخول البجموعات والحد المباراة السمافينال مع التراجل من افضل المباراة التكتيكية اللي خضع الناد الاهلي مباراة التراجل اولا مع فريق كبير مع فريق كبير ودور مهم جدا جدا وخارج الملعب ومحتاج تحق النتيجة ايجابية الكل اللي كان في الشارع بره بيقول لو الاهلي رجع بتعادل في المباراة دي دي بك اسبان على اساس ان فيه مباراة عودة في الله لكن كون ان هو افرد شخصيته بالشكل اللي انا شفته ده في المباراة دي تكتيكيا نجاح في المقام الاول لمسيماني لان اختيار الطريقة المناسبة توظيف حمدي في المكان يمكن حمدي من نوع اللعيب التكتيكي انا عارف حمدي فتحي كبيلع معاه في امبي عارف ان هو بيلعب في الحتة دي وبيلنجاحه في التوظيف ده في التلاتة ننجح الطريقة دي بشكل كويس جدا جدا عطى ثبات وقوة كمان في خط الدفاع لان عطى انطلاقات لمعلول في البناء بشكل كويس جدا جدا كمان اكرم عمل مباراة هيلة خاصة على الصعيد الدفاع لان كان قدامه حمدي الهوني وحمدي من النوع من اللاعبين اللي صنعوا الفارق مع فرق التراجي في المباراة اللي خاصة فيها النادي الاهلي السنة اللي اعتقد اللي فاتت اولا فاتت لو عمل الفارق مع الزمالك لو تفتكر في دوري المجموعات برضو بالزبط كده لكن مباراة تكتيكية من العيار الزقيل مفيش السلاسي اللي قدام ما شاء الله حيوية ونشاط سرعات يعني ايه كابتن الناس تسأل يعني ايه مباراة تكتيكية تمهو كل مباراة هو بيحاول يعمل التكتيك اللي يقدر يشتغل عليه عشان يكسب اي مباراة دوري بقى افريقيا بتاعمه يعني مثلا هو لعب الوداد السنة اللي فاتت وكسبه 2-0 لعب الزمالك 3 مرات مرتين دوري ومرة نهاية افريقيا وكسب الزمالك مرتين وتعادل المباراة يعني اقصد ان اشمعنا المباراة دي تحديدا ويعني ايه تكتيكيا يعني ليه الناس كلها شايفة فعلا زي ما حالك بتقول تكتيكيا اولا لان الناد الاهلي غير من طريقة اللعبة المؤتد اللي هي 4-3-1 طيب معلش يا كابتن في دي هل ده طبيعي يعني هل اصل الناس تقولك ايه طبيعي بالنسبة للمدرب القاري لامكانية توظيف واختيار الطريقة في المباراة دي بالذات اوكي اللي يصلح لها في المباراة دي بالذات هو شاف ان اتنين خاصة كمان ما تنساش ان بعد افشة في الاصابة بالزبط خليته يمكن هي دي اللي ساعدت بنسبة 90% اختيار الطريقة دي اختيار يلعب بالشكل دي هو كان ممكن يلعب لان كان كل الجدل في الشارع او حتى المحللين او كل البرامج الرياضية كان بتقول ان الاهلي يلعب بتلاتة بينتر اربعة تلاتة تلاتة اربعة تلاتة تلاتة لكن اختياره ان يلعب به تلاتة في القلب مع تحرير البكين خاصة معلول عطى امامي بشكل كويس جدا ما فيش شك طبعا المجهود الكبير اللي قام بيه السلية ومع دي عينج الاتنين قفلين الملعب انا حسيت يعني صراحة انا كنت قاعدت في الموتش سعيد لان فيه نسبة استحواز عالية ايوة وفيه نسبة استنزاف لتقاطل التراجي كبيرة جدا 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 فيه نسبة شلل لتفكير يمكن انا مش متصور ان المعيني شعباني ان الاهلي يفاجه بالشكل ده لدركة ان التراجي من اول خمس ده هو اللي عامل هو اللي لاجع لنص الماء ايه بالزبط ما حاجمش النادي الاهلي لان النادي الاهلي ما سمحلوش يمكن واحدة كرة اللي شلها شنو يعني ما تهددش بحاجمات متتالية لمرمى النادي الاهلي وده نظر للشخصية وسيطرة لعبة النادي الاهلي داخل الملعب